يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموعة من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائة وتسعة وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومائة وثلاث ألاف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائة وسبعين ألف شخص